اهلا بحضراتكم من جديد في حديث القاهرة ووصلنا في فقرة حديث القاهرة على الانترنت الموازي مع زميلنا العزيز خالد البرموي وفريق بورسة الكلام واللي جاهزوا اهلا بك يا خالد السلام خيرا كريم عمليا ومبارك يومك سعيد وبورسة الكلام حالة الثلاث اخر بقى الاسبوع لكن مليان احداث كبيرة جدا وما زالت بورسة المنديال واحدة من اهم القصص على مستوى العالم بل كانت القصة رقم واحدة طيب بورسة الشخصيات بيقولك البورسة عاملة ازاي الدكتور خيرا عبدالغفار على خلفية تصريحاته امس واليوم للفيروس الانتشر في الاسبيع الاخيرة مخلوي وكان مفروض فيه تصريحات لحديث القاهرة والبرامج اخرى وان كان بأمان عشان نتكلم بشكل واضح ان فيه كلام على ان فيه تأخير لتوضيح الموقف يعني هو الوزير الصحة لك مفيش قلق وده فيروس عادي وقديم جدا ومن الخمسينات وعارفينه وتحت السيطرة لكن الاشكالية هي الفترة ما بين وجود المرض او وجود الفيروس والاعلان ووجود تصريحات رسمية عنه طيب بنتكلم في اسبوعين فده عمل حالة من البلبلة شوي بس كانوا بيصرحوا في كل البرامج الحقيقة يا خالد يعني يعني الدكتور خالد عبدالغفار بنفسه او من خلال المتحدث الرسمي الدكتور حسام الاثنين كانوا بيطلعوا في برامج مختلفة بيقولوا نفس الكلام اللي تقالي النهاردة بس ممكن النهاردة تقال علشان يا جماعة نقف الموضوع الاحداث كالتالي بقص يعني انا من وقع رصد حي ورصد بيانات لأ احنا بنتكلم من ثلاث أسابيع في كلام على وجود فيروس منتشر في المدارس وفي نفس الوقت ما بيلاقيش تصريحات رسمية واول مؤتمر صحفي بمعنى كلمة مؤتمر صحفي أنا بجيب الصحفيين وبشرح لهم مواقف كان أول مبارح فدي فجوة كبيرة جدا يا كريمة وده اللي بيحصل دايما انه بيحصل ساعات أزمات بسبب انه مفيش معلومة اتقالف في التوقيت المناسب وحط تحت المناسب دي عشر خطوط الدكتور مصف مكبولي رئيس مجلس الوزراء على خلفية حالة مجموعة من المبادرات من البنك المركزي لوزارة الإسكان ووزارة المالية زي مبادرة تمويل السيارات ومبادرة تمويل الإسكان كمان متابعة السندوق مصر السيادي يا كريمة والمبادرات اللي بيعملها سواء لطرح مجموعة من الشركات للأسهم أو للإستثمار برا ليونال ميسي وصدق أو لا تصدق رفقاء ميسي هزيمو اليوم من رفقاء سالم الدوسري الشخصية تنظر على فكرة من أكثر الناس انتشارا النهاردة وفي مصر نسري نطافش على خلفية تصريحات ليه علاقة بأمور شخصية وعائلية وزواج وطلاق طلاق وإنتي واحتفال بطلاق وأكيد أنا مش عارفة تفاصيل بس أنا عافية من غير تفاصيل بس يعني والناس هتكمل يعني القصة الأحدة طيب دي أكتر الحاجات اللي انتوا عملتوا عليها شير وريتويت أول حاجة الشائعة لليه علاقة بوقف بطاقات التمويل لبعض الناس وزارة التمويل نفت ومركز المعلومات المجلس الوزراء المركز الإعلامي نفت وقال لك في عشرة ونص مليون مستفيد والبطاقات سارية لـ 30 يونيو لحين تجددها وقال لك أي حد يلاقي أي تلاعب يبلغ بشكل مباشر من حاجة برضو اللي كان عليها اهتمام كبير جدا هي فكرة المتاحف اللي هتفتح بكر متحف أو مناسبة مئة عام على اكتشاف توت عن خأمون وزارة السياحة والأثار قررت إن بكرا يكون مفتوح على مستوى الجمهورية مع عدم متاحف بسيطة زي متحف رمسيس متحف توت عن خأمون نفسه بس عشان التجددات والهرب من جوه دي الأماكن اللي هتكون غير متاحة للدخول لكن الباقي مفتوح والجميل للمصريين والأجانب طيب الحاجة برضو اللي كان ليها علاقة بتحيات النيابة على خلفية الفنان الموسيب الأردني أشرف تلفح اللي تغفى إحنا هنا تبعنا الموضوع طول الوقت وكنا في انتظار فعلا الانتهاء وإعلان ده إنه ما فيش جريمة وخصوصا إنه احنا كنا شفنا تصريحات وأهله رفضوا إنه يتم تشريح الجسة لما وصل الأردن وهو دوفن أول دا طيب من التصريحات برضو اللي كانت مهمة جدا على مستوى الجماعة بتعراب الفنانين المطربين الشباب الراب والتصريحات دي قالها الموسيقار العظيم عمر خيرت لحديث الطاهرة كريستينا عياد في افتتاح عايزون يتموا بيها جدا نتصريحات دي وناس هم من نفسهم ناس اتفقوا ناس هو بقول الراب في مصر فيه تقليد ولا يصح إلا الصحيح والفن الراقي يعيش هو ما كانش بيهاجم الراب هو كان بيهاجم على إن فيه بعض المؤدين أو بعض مطربي أو النجوم من الراب في مصر بيقلدوا مشهد الراب بينما الراب أصلا كثقافة أيما على فكرة التعبير على الواقع المحلي بالمزيك أو قصص فدي كلها من حاجات برضي اللي كان عليها اهتمام كبير جدا النهاردة كريستيانو رونالدو وفسخ التعاقب بشكل رسمي منشستر يوناليت طلع ببيان أولا شكر فيه منشستر كريستيانو رونالدو وشكره على فترتين اللي قضاهم مع النادي ومن ناحيته لسه ما فيش أي رد فعل من كريستيانو رونالدو وإن كان وإن كان بقى لحظوا بقى بعد على طول يا كريمة ما تم الإعلان عن فسخ التعاقد بالتراضي بين الاثنين ريال مادريد نشر الصورة للاستاذي الجديد وهو خلاص على وشك الانتهاء وإيه بقى صورة فيس شكل يعني وجه وهم شكل البيت فيعني البعض البعض فصرها إن كريستيانو رونالدو سيعود إلى بيته في ريال مادريد طيب القصة دي قبل نخشه على قصة المونديال القصة دي قصة محمد صلاح ونشر صوته وعنده حلوة اللي ربنا يحميها له يا رب أمين مع مكة والصغر اسمها إيه يا كريمة كيان كيان حفظاهم مكة وكيان في الجن حل لقت عادية جدا والناس كتير جدا حبتها لكن بعض الناس اللي دماغها مقفولة وبعض الناس اللي نقدر نقول عليهم يعني من عصور الكهف الناس اللي هي دماغها للأسف في الموضع غلط نشر التعليقات موسيقى لكيان ولمكة ده قبله وده ساعات احنا ساعات بنحب اللقطات دي ليه مش عشان هي اللقطة سيئة عشان بتبقى لك قدقيين فيه برضو وجهة نظر تانية وكبيرة وضخمة بتتم استنفرها لما بتلاقي تعليقات موسيقى زي اللي شفناها على صور النهاردة مكة وكيان زي مثلا مننا ما بتقولك محمد صلاح منزل صورة لبناته وقافل الريبلاي عليها الريبلاي الريبلاي عليها ويعني بيقولك رافد اي حد يعلق ما يعملش ريبلاي على الكومنت فقافل كل التعليقات من حقه بصراحة يعني حجم التجاوز اللي بيحصل من الناس انا معرفش بصراحة حاليكم النفسية ايه يعني طبعا هو عاش كتير انت بتصور محمد صلاح معاش المأساة دي طول الوقت تعليقات على مراته وتنمر وعلى أولاده بس غريبا لان مش عادت محمد صلاح يقفل التعليقات ويمنع حد يعمل ريبلاي على الكومنت بتاعته كونه يعملها دي دي معناها ان هو توقع ده وتوقع ده او عاني من ده كتير فمشعج أولاده يعاني ومع ذلك ما فرقش معاه حطا ما فرقش مع التعليقات دي فدي كانت من حاجات برضو اللي كان عليها اهتمام كبير جدا النهار طيب بورسة المنديال واكيد كلكم تعبيق واخدين بالكم ايو 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 شفت الاخضر يا تقلق نارضة مع خالد البرماوي طبعا لان دي واحدة من المباراة العظيمة اللي خدها مباراة للتاريخ مصرح المباراة تاريخية ونتيجة للتاريخ ودي كانت من لقطات دي ده سالم الدسري اوكي طبعا فتامل النقطة دي وقابل جون حل جون كرة حلو النقطة دي كانت مزهلة نهار ايه النقطة اللفصة اللي اعمالها دي كانت مزهلة النهاردة بصراحة يعني طرق احتفال هاي رقطة من لقطات العظيمة ويه مساجد دا انا بقولك كان ترند نهاردة على مستوى العالم كله اخد بالك كان ايه ترند رقم واحد واثنين وثلاثة في التوقيت بتاع المباراة وقبل المباراة المباراة كان طويلت شوية ومفاجئة كاس العالم حتى هذه اللحظة بالفعل ويعني دا اللي خلى كمان ان السعودية تعلن ان غدا اجازة رسمية لقطاع العام والخاص ونهاردة اصلا كان في الساعة 12 واللي حصل برضو عشر ناس اللي حصل في المباراة تكنيك الباسترة والتخدير ايه الباسترة باسترة ان المنتخب السعودي نفسه كله شوية يجي جونه يتلغي جونه يتلغي وهو عمل مصصد التسلل النهاردة كريمة عشر مرات المنتخب الارجنطيني وقع في مصصد التسلل عشر مرات عشان اقولك يعني عشان انت مفهم الفرق الدورة الكاس العالم روسيا 2018 كل التسلل متاع المنتخب الارجنطيني ست مرات فتخلف مباراة واحدة فتبع ان ان دا متعمد ما كانش عشوائي اداء المنتخب السعودي والمعالم مصري هو كان محزوز منتخب الارجنطيني النهاردة بشكل او باخر ما عارش بصراحة كان فيه غرور فيه غرور كبير جدا كانت من لقطات الناس اهتمت بيها بقى قبل الموراة اولا فيه عالم مصري موجود فده كان من الحاجات الناس حبتها جدا وتعليقات كتيرة الناس قبل الموراة حتى كان فيه تي شيرت بعد الفنات كان عليها صورة ميسي او الاسم لا ومنتحد حد مشجع سعودي حطت اسم ميسي اسم ميسي انا بشجع ميسي في الطبيعي لكنه نهاردة لكنه نهاردة عزاردة ميسي تقريبا كل سنة في موسم الرياض والناس بتحبه الحقيقة هو على مستويات كتير بس الشاهد بقى خد بالك من الفرق بقى من لقطاتين لقطات المباراة ميسي بعد المباراة اقبال من حتى جماهير مش عربية لشراء التي شيرت السعودي من قلب الفان زون وكانت من الحاجات برضو الحلوة جدا ان سيدة السفير وسامة النقلي سفير المنملكة العربية السعودية في مصر عمل منشور وشكر فيه قال لك شكرا مصر الحبيبة على مئات التهاني القلبية الصادقة التي تلقيناها هاتفيا ونصيا بمناسبة فوز السعودية في لقاء السعودية شكرا ليهم هم ان هم اسعدونا الحقيقة جدا عمر دياب مبروك لأبطال السعودية محمد هينيدي ماسكيتش النهارت الله الله التاريخ بيتكتب من جديد السعودية فخر العرب اليوم الله هو اكبر مبروك لكل سعودي ولكل عربي راغب علامة الفرير العربي السعودي قدم مباراة عالمية بمستوى البطولة عن جدارة ليسا منديال المفاجآت السارة مبروك لمنتخب الأخدر الفوز المستحق والجبار أمام منتخب الأرجنتين حسين يسين المحلل والمراس الرياضي الله اكبر يا الأخدر فارس عوض المعلق الرياضي قال لك ملحمة مرجلة مفخارة لحظة تاريخية استثنائية عربية سعودية في كؤوس العالم أكدوا فيها أن الكل يحلم والأخدر وحده من يفعلها سالم دوسري طبعا صورته والإشارة الشهيرة بتاعته دايما كل الجمهير السعودية وجمهير السعودي واجز ميسي مش هينفعك مش هينفعك لما سالم يلسعك بالمناسبة دي في فيديو حلو قوي ميسي ديماريا مارتينيز ناس بيدوروا عليها على فكرة والله بيدوروا عليها في عمليات بحثي كبير جدا يعني حتى ديفيد كوميديان سيربي قال كلنا كلنا سعوديين سعوديين الآن رينار المدرب طبعا اللي عمل تجربة عظيمة مع المغرب ومع السعودية وصعد طلت فرق بكالكسر العالم الأميس اللي هو لابسه ده الأميس اللي هو حضر به أكتر من بطولة خد بالك أنا أعتقد كمان أنه هيكون نجم الأحاديس القادمة وحيحصل علي جدل كبير جدا زوجته كانت بتبطي في المداراجات النهار طيب بعيد بقى عن المباراة المنتخب التونسي برضو عام مباراة حلوة جدا مع الدلمارك الدلمارك مش فريق بسيط خصوصا نشوت الأول زي ما أجلنا كبتنا علي أبو جريشا كريمة على فريق أحفاظ الفايكين فحفيظ دراجي بقولك أداء بطولي آخر لمنتخب التونسي الذي أسال العرق البارد لدينمارك بعد أن فرض عليه التعادل السلبي حفيظ دراجي طبعا المعلق الجزائري الشهير نجلاء بدر الفنانة المصرية قالت الفرحة فرحتين ألف مبروك لمنتخب تونس الكوميك سبا من يقول لي كيش بق لا بقى ده كاس العرب مش كاس العالم طبعا كلمة على أداء السعودية وأداء تونس ويا رب إن شاء الله هم عملوا أداء علامي دكرة كمان المغرب وكرواتيا ورهقناكم في الاحتفال بالأداف البلغية فعلا كم البسترة اللي حصلت والتغدير المنتخب السعودي كونيش هيجيب جون فبيبدي أحساس إنه خلاص قريب واللي حصل ما بين الشوتين أعتقد إعجاز كبير جدا وهسيبك بقى آه ده تعليق احنا فيهم بقى من الأجازة دي والله المصريين ده الأمور ده اللغطات الحلوة جدا دي طبعا آخر لقطة معنا دي كانت مشجعة إنجليزية وتم ترحيلها شجعت بإزاحة الستار عن تي شيرت بتاعها ودي تالت أو رابع حد يتم ترحيله بعض الناس لإعلان عن علامات ليه علاقة بتوجهات ما لدعم النفلية والسيدة المشجعة دي الفكرية والأطلاقية والسياسية غير مقبولة في يعني خلينا نقول في احتفالات رياضية كبيرة كده بالترحيل من العالم أنا هتصور لازم تقول كده شكرا نقبلك الأسبوع الجاي إن شاء الله خلصت برصة الكلام واللي عندنا هو كلام من نوع اللي توقف قدامه تاريخ الفن المصري والتراث وإرث الفنانين المصريين اللي أبهجونا وأمتعونا كل واحد في مكان ليه مصيره يبقى الأرصفة وبايعين الربابيكي عملنا ده هنا في قصص إخبارية والنهار ده هنعمله بالصوت والصورة والدليل كمان هنا على ترابيزة حديث القاهرة عن النجم الكبير الراحل سمير صبري ومقتنياته إيه اللي لقناه وإيه اللي تعرض بعد الفاصل هنتعرف عليه أكتر